المغرب شهد شحاً وندرة على مستوى التساقطات المطارية هذه السنة أزمة الجفاف خيمت بظلالها على النشاط الفلاحي بعدد من المناطق المغربية مما أثر بشكل مبشر على الإنتاج والمردودية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تتوقع حصاد 3.2 ملايين من الحبوب خلال هذه السنة بالخفاض 69% عن العام الماضي بسبب الجفاف كتعرفوا بأن هذا العام كيمتاز بواحد الموسم شوي ضعيف جداً إلى متوسط شيئاً ما وذلك لقلة الأمطار التي تروحت ما بين 300 و310 مليمتر مفاتش يعني نقصها بالنسبة للموسم العادي بـ 30% اللي هو كيعرف 450 مليمتر كتف اللحبية يقري بخصوص مزيان التوزيع غير المنتظم للتساقطات المطارية وغيابها في مناطق عديدة خلال شهرين يناير وفبراير من هذه السنة كان له أثر سلبي على الغطاء النباتي وتأخير نمو محاصر الخريف خاصة الحبوب إلا أن بعض المناطق لجأت الاعتماد البذر المباشر كتقنية زراعية جديدة في ظل التقلبات المناخية الناس اللي تعطوا لتقنيات زراعية اللي كتلأمها التقلبات المناخية بحل البذر المباشر اللي هي واحدة تقنية اللي شجعناها على مستوى دير إقليم وكانت شجعها وزارة الفلاحة على مستوى الوطني بحيث أن الفلاحة اللي تعطوا لها التقنية كان المردود ديالهم على مستوى يعني ديال الحصد ديال زراعة الخريفية بصفة عمال حبوب قطاني زراعة كلائية زراعة زيتية كان المردود لا بأس به مرتفع بواحد نسبان مقدر نقول حتى الاربعين خمسين في المئة بالمقارنة مع الزراعة عادية بالتقنية ديال البذر المباشر اللي كتتحميه الطربة كتتحافظ على الموارد المائية يعني الموارد المائية يعني كين واحد شوية ديال انتاج في هذه المنطقة هذه لأن هذا البذر المباشر يعني ما وخاك تكون قلة تسخوط المطارية كيعطي واحد الانتاج وكتكون واحد المردودة لها عالية على غير المناطق يعني كين بعض المناطق أخرى ما كينش يعني لانما كيستعملوش التقنية ديال البذر المباشر الانتاج المتوقع للحبوب الرئيسية الثلاثة القمح اللي والقمح الصلب والشعير برسم هذا الموسم الفلاحي يقدر حسب الوزارة الوصية بـ 32 مليون قنطار أي بانخفاض ملحوظ مقارنة بالموسم السابق انتاج تم الحصول عليه من خلال مزحة مزروعة برغت 3 ملايين هكتار فصلة 6 من الحبوب الثلاث برسم هذا الموسم ترجمة نانسي قنقر